أهلا وسهلا فيكم في برنامج جديد أطلقت حكومة كندا عشان توفير الطاقة حكينا عن برنامجين سابقين كان البرنامج الأول هو عبارة عن برنامج لمقاطعة أنتاريو كانوا بعض العوائل دخل المحدود دلاجات جديدة وغسلات جديدة إذا كان دخلها محدود إذا كان ما دخلها محدود أي واحد كان بقدر يأخذ كت كامل وأرجيتكم إياه الشغلة الثانية حكينا عنه اللي هو هوم سمارت جوجل اليوم نحكي عن شغلة عن سوتها مقاطعة أو الحكومة الفيدرالية الآن يمكن تختفي بعد فترة لأنه عم بصير عندنا انتخابات ما بنعرف شو بصير بعد الانتخابات بس في 25% خصم على جميع الشغلات اللي بتشتريها الإلكترونيكس من الأبلايينز من تلاجات غسلات دراير فريزرز غاز أوفن كل هاي الشغلات بس تروح على أي مكان محلات مثل هوم ديبو مثلا لوز حتى كوسكو بتقدر تنزل 25% بما لا يزيد عن 500 دولار فإذا مثلا انت شاري شغلة بألف دولار بنزلو لك منها 250 دولار وطبعا ناقص التاكس فتستفيدوا كتير من المبلغ حاولوا تشتركوا دوروا على هذه المعلومات حاطوا لكم رابط طبع الـ بس كل محل بتروحوا عليه بتكون تشتروا شغلة زي هيك اسألوا دايريك بدنا لـ 25% تبعت الـ ريبيت يعطيكم العافية ونراكم في حلقة جديدة إذا أعجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل وشير مع صحابكم